وفي السياق حضر القياد في حزب متحدون أثيل النجيفي من إثارة موضوع الإقليم السني في محافظة الأنبار وكذلك الصراع العربي الكردي في محافظة نينوى وتأثير ذلك على البلاد كافة وأقال إن إقامة الإقليم أكثر تعقيدا من مجرد الدعوة له أو الاستماع لمشجعين من خارج الحدود أو تقديم دعم إعلامي يفتقد إلى الإجماع الوطني ويفتقد القدرة الأمنية على حماية نفسه والقدرة الاقتصادية على استمراره فضلا عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع أو الاختلاف ببعض تفاصيله وأكد النجيفي أنه يؤيد فكرة الأقاليم الإدارية وليس المذهبية مستدركا بالقول حتى هذه الفكرة تحتاج إلى قناعة عراقية شاملة بأهميتها وفي الوقت المناسب لإثارتها منبها من انفلة أمني وتحويل المنطقة إلى ساحة صراعا بديلة بعواقب وخيمة على العراقيين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا